بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار صححه أبو داود والهيثمي وابن حجر وقال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار حسنه ابن الصلاح والترمذي وقد سئلت مرارا عن رجل يقال له علي بن منصور الكيالي وهذا الرجل له فيديوهات ومقاطع منشورة على الإنترنت وظهر في التلفاز وهذا الرجل هو عبارة عن مهندس معماري وكانت بدايته بأن تكلم بالربط بين القرآن الكريم وبعض العلوم الفيزيائية أو الفلكية ثم تطور معه الحال حتى دخل في الغيبيات فبدأ يتكلم بأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل ثم انتقل بعد ذلك إلى العبث في أمور فقهية وعقدية والعبث في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعي أنه عالم بالقرآن وسنبين بعد قليل قيمته بالنسبة للقرآن الكريم وأنه لم يقرأ القرآن على شيخ بل لا يحسن تراءة آية واحدة من كلام الله عز وجل بشكل صحيح بل حتى أنه لا يعرف الفرق بين السورة والصورة فإذا تكلم عن سورة في القرآن يقول صورة كذا بل حتى في العلوم الفلكية والفيزيائية ليس لديه علم بل يأتي إلى فرضيات وإلى بعض الأمور التي لم يفترضها أحد بل اخترعها هو من عقله ثم يثبتها ثم يلصقها في القرآن الكريم مع تحريف لمعنى القرآن الكريم في أغلب الآيات وخطر مثل هذا الرجل أن الذي يستمع إليه وخاصة من غير المسلمين فسيظن المثقف منهم أن المسلمين يعتمدون على هذه الخرافات التي يقولها علي الكيالي وغير علي الكيالي في إثبات دينهم وهذا هو الخطأ العظيم والخطأ الكبير فضلا عن أخطائه في القرآن وأخطائه في السنة فهذا الرجل مع جهله العظيم ومع تزويره الكبير ارتقى مرتقا صعبا فتجرأ على دين الله عز وجل وعندما سأله سائل وقال له فيما معناه من أنت أنت لست أهلا للفتوى كيف تفت الناس كيف تجيب الناس فأجابه بأجابة صادمة واختتم بدكتور علي مصور كيالي ليس مؤهلا للفتوى في هذه الأمور كيف نكرر الدكتور؟ الفتوى في اللغة معناها رأي فتي والله سبحانه وتعالى يطالب بهذه الآية لكن هذه الآية سبحانه الله ممنوع ممنوع الأم الإسلامية يتطبقها من 1400 عام لحد الآن الله يطالب في كل مدينة وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل مجتمع أن ينفر مجموعة من الناس ليتفقهوا في الدين ويكونوا هم المرجع يعني هذه الآية التي تأمر الناس بالتفقه في الدين متوقف العمل فيها من 1400 سنة حسب ما قال علي الكيالي فمن 1400 سنة من عصر فلنقل أبو حنيفة إلى اليوم لم يتفقه أحد في الدين إلا علي الكيالي وهو المرجع أما أبو حنيفة مالك وكيع الشافعي أحمد الشوكاني الثوري سفيان ابن تيميا كلهم لم يتفقه في الدين لم يتفقه أحد في الدين إلا علي الكيالي فهو المرجع فالفتوى هي رأي فتي يجب أن يجيب عنها صاحب الاختصاص هنا قال تعالى فاسألوا أهل الزكر أهل الزكر هم أصحاب الاختصاص وبغض النظر عن تعريفه الفاسد لكلمة فتوى يقول هي رأي فتي وهي معناها الجواب عما أشكل وفي لسان العرب قال ما أفتى به الفقيه فهو لا قال رأي لكي يقول برأيه ما شاء طيب المشكلة في كونه يعتبر نفسه من أهل الاختصاص بحسب كلامه وسنرى الآن مكانه ليس من أهل الاختصاص ليس مقارنة بأهل الاختصاص بل مقارنة بمن له الطلاع على العلوم الشرعية فنبدأ بأخطائه في القرآن قراءها دم دم وهي دم دم وهذا خطأ يعتبر بسيط بالنسبة لطالب علم أو بالنسبة لقارئ مستجد أو حتى متوسط فالخطأ هذا مقبول يعني القرآن الكريم قال بصورة النساء إن الله لا يظلم مسقال زره فيقول يظلم بدل يظلم مسقال بدل مثقال زره بدل ذره وهذه في كل قراءته كل ما قرأ آية يقرأها بهذه الطريقة طبعا هذا النوع من الأخطاء نحن نجده عند الطالب المبتدئ في مراكز التحفيظ يعني هذه تعتبر أخطاء ناتجة عن اللهجة العامية التي يستخدمها الطالب لكن هذه الأخطاء تكون في أول شهر أول شهر للطالب الذي يأتي لتعلم القرآن قد يخطئ في هذه الأمور بعد أول شهر لا يمكن أن نسامحه في هذه الأخطاء لا يمكن أنا أتكلم عن طالب شهر شهرين للسبيل مركز التحفيظ الرجل يدعي أنه مرجع وأنه من أهل الاختصاص وأهل العلم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هذا لا علاقة له بلهجة ولا علاقة له بشيء زجرة بدل زجرة ومكتوبة عنده على الداشبورت زجرة بتنوين الضم وهذا من اللحن الجلي وهذا مما لا يسامح فيه بالنسبة للطلبة يجب أن نقرأ هذه الآية بصورة النازعات بشكل أوضح تقرأ بهذا الشكل بهذا الإسلوب الاستفهامي يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما لماذا هذا السؤال أنت من ذكرها أنت علامتها الكبرى فلماذا يسألوني الآن جئنا إلى الكبر أماكن الوقف في القرآن توقيفية لا يجوز العبث فيها لأن أي عبث في الوقف يغير المعنى وأكبر مثال ما قاله هو آية تقرأ منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على شكل جملة واحدة فيما أنت من ذكرها يأتي المرجع على الكيالي يقول نقف عنده فيما ولم يكتفي بهذا بل قال يجب أن تقرأ بهذا الشكل يعني كل السابقين غلط القراءات العشر غلط يجب أن نقف عنده فيما من أجل أن يغير المعنى ويقول ما رأاه هو بعقله وهذا تحريف صريح للقرآن وإن لم يكن هذا تحريف فما هو التحريف التحريف هو تغيير القرآن أخذه من معنى إلى معنى عن طريق وقف أو زيادة حرف أو إنقاص حرف أو زيادة كلمة أو تغيير كلمة هذا هو التحريف من العلامات الكبرى بشكل واضح انتهاء الرسالات الآن ننتقل إلى تبيان جهله الفاحش بالأمور الشرعية ومن هذه الأمور قوله أن من علامات ساعة الكبرى انتهاء الرسالات ومن علاماتها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال قبل قليل فهو لم يفرق بين الكبرى والصغرى طبعا أصل تقسيم العلامات إلى كبرى وصغرى هو استلاح عليه العلماء أن الكبرى هي العلامات التي تكون قريبة جدا من الساعة والتي تأتي تباعا وكذا أما الصغرى هي التي تكون بعيدة عن الساعة زمنيا فموت الرسول صلى الله عليه وسلم من العلامات الصغرى وليست الكبرى